السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عام مختار عندي جدت محرك 500 شميز و بيستون محرك مليح الله يبارك و حابت ركب ترمستاء لا تنسوا الاعجاب بحاجة لك لانه لا تخلي المحرك سخون يمي بارد بالنسبة للمروحة انت واثق من المحرك المتاعك الذي هو سليم لا يوجد مشكل كلاس مخروض ركب ترمستاء 87 و مانو 85 كل مكان ترمستاء اعلى كل مكان احسن للمحرك واستهلاك للوقوت هل هذا المحرك جيد اولا ماش محرك شنوه محرك شبرية كروز والله المحرك جيد او ليس جيد او ليس جيد او ليس اعرفوه سؤال ربي احفظك على هذا المحرك كيفاش نعرف باللي راهو يغريسي زيت يغريسي الزيت او ليستهلك زيت كان يستهلك زيت ما تعرفش الا من ملاهرة و من صاحبها اللي يبوها بشباها لك مثلا او ليس بالاستعبال اكلك سخصة يغريسي كلا حال اخرى ماذا بينا بالله يا اخوتي في العالم العربي كلها نحاولون استعملوا بعض كلمات بوش كلها بعض كلمات اللي هي متداولة مثلا يغريسي هذا مثلا ينقص او ياكل او يستهلك او او كمية الزيت اللي ياخذها هذه كلها مصطلحات سهلة ما غير ما نقول انه ندور انا ما هو الكلمات منه اخونا ندير بارك الله فيك شكرا اخوي ندير ارحب والديك السلام عليكم هل يوجد كلاس رنود 19 او رنود او مطور نظيف مع الشكر بالنسبة للموتورات والكلاس انت بحظك ساعات لا والموتور كيف كيف ساعات لا كانك انت موجود في تونس تدور كانك انت برا تونس مثلا من الجزائر ولا غيرها يجب ان تنزل لتونس تهبط تونس وتشوف وتدور انا شخصيا حاليا ما عنديش بارك الله فيك عمختار وفي صراحتك وشروتك منطقية ولكن هناك كثير من الذين يحبون الكلام الجميل والمعسول فيقعون في فخ المحتلين وبعض التجار منهم الربح فقط وانصح الجميع وعن تجربة باختبار اهل الثقة والخبرة من الميكانيكين امثالك وكما يقول المثل الشعبي اللي يعجبك رخصه طيش نفسه صحيح والله هو كلامك صحيح وانصح الجميع يحب الكلام المعسولي لا يحبون الصراحة والحقيقة لا يقول لك هاو قالوا لي هاو عملوا لي لا 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 الانسان اللي يفهم يجب يغرب الوقت يسبح كلامي يغرب لا يعني يغربال يعني يصفيه يعني يفهم المعقول وليس معقول شكرا بارك الله وفيك يا خلط تلفونكم مع مختار يعني يبعث لك اللي عنده مشكلة يبعث لي فيديو افضل من اللي يكلمني يراه يكلمني احيانا من هذا الشعلي واحيانا ما نفهمش المشكلة يعني بالجداو بش نقعد ان نضيع وقته وانا نحب ننفع الناس كل كتابات لي فيديو اده نعم عليه شرح تنفع الناس كل هذي ما نكتب هذي انا ما نكرهها ما نحبهاش اولا ثانيا ما نفهمهاش يا كريفي صبر كم السعر نجي نبدل الله يحفظك اخوكم الجزائر هاني بعت لك فيديو باش تفهم من لول الاخر كيفاش الموضوع السلام عليكم على مختار الخاصني الموتور 1.9 بولو 3 عام 2000 السلام عليكم عندي دينا هنا انكر لا يشتغل المحرك الا عنده استخدام بخاخ فليتوكس او ملطف جو في الفيتر هو في اي وقت شوفت هنا العمية كيف يخدام في المحرك فليتوكس هو لا كلمة على المشكلة وكيفاش لا لا يخدم السلام عليكم يا شيخ ما الفرق بين حساس الزيت وحساس قياس الزيت حساس الزيت هو وحساس الذي يشعل المفتاح مفتاح أو الكارتة وتشعل المفتاح هذا هو اسمه حساس الزيت وحساس قياس الزيت من السيارات الحديثة يجب أن يكون حساس الزيت وحساس قياس الزيت وحساس الزيت في السيفة عامة يركب في المحرك في اتجاه خزان الزيت لا يركب في اتجاه المحركة وطويل وطويل وحساس الزيت يركب في البلوك هذا صالح وحساس الزيت وحساس الزيت وحساس الزيت لا وحساس الزيت السلام وحساس الزيت وعليكم السلام وحساس الزيت وعملت فيديو خصيصا لكي نفهم الناس الذين تحب تشري موتورات من عندي وتحب أن نركبها مثلاً أخونا الطيب السلام عليكم مختار أنا اسمي طيب الجزير تحدي الملايين تيارت 14 بغيت نسق سيك إذا يمكنن نشيل تونس موتور 1.9 بتي موتور 1.9 بتي يجب أن نفهم شيئا لأنني لا نوفق على أي شيء تغيير من مكان إلى مكان أو تغيير مواصفات يعني من 1.9 إلى 1.5 إلى البنزينة إلى ديزل هذا كل ما نوفق عليه ولم نعمل هذا هو الجهة الأولى الجهة الثانية مختار حاليا توم عاش يجيب المحركات ويضعهم في المحل لأنني أصدت لي مشكلة معه بعد ديوانا يجوني كنترول يجوني الموترات وما يجوش أغلب الفاتورات ما يجوهمش لماذا؟ لأن الفاتورات ما كناش يعطينهم قيمة يعني منسينا حتى ونحطيناهم ودخلت الفاتورات بعضها وما يجيناش الفاتورات الأصلية متاع المحركات هذيك ولهذا يعني مش لك أن نحتفظ على من المحركات عندي بالله من المحرك عمرو خان تقريباً أكثر من 22 عندي ولهذا ما نقدرش نعمل العملية هذيه وعش نتحمل المشاكل هذيه متاع فاتورات ودوانا وغيرها ما نحبهاش ملابية كل واحد عنده ثيقة في عمك مختار بشيش يركب عنده محرك سواء يجي من الجزائر سواء من تونس سواء من أي مكان ما يقول ليش أعطيني السعر بالتليفون هذه السعر أنسها لأن السعر بالتليفون ما يجيش لأننا لازم نشوف المحرك ونشوف المواصفات ونشوف الحساسات الكابترات ونشوف كل شيء إذا كان عندي في المحل نعطيك السعر وننتفق نبيك وإذا كان ما عنديش إلا مجيني للمحل وتعطيني عربو تسبقة أو تعطيني السيارة نتفاهم وقت جيني للمحل وقتها نتفاهم على السعر المحرك تقريباً لأنني ما يقول لي نخدم كل وكيلة لا نحن نخدم بيع محركات لا، أنا وكيل بينك وبين البعاء الأخرى أنا وكيل بينك وبين البعاء اللي يجيب من خارج أنا شخصيا لا نجيب من خارج أنا ناخذ من منصف تونس من الساحل وبكل المكان نختار المحرك اللي نحبه أنا ما يهمنيش في السوم في السعر ونختار المحرك كما نحبه أنا بالمواصفات اللي نحبها أنا ونجيبها ونركبها بعد ما نتفقه ونتمشي الناس كل فرحان علش لأن أحيانا كما المحامي يأخذ القضية متاع انسان عنده مشكلة يعرف وين يمشي يعرف المحكمة وين يمشي يعرف المكاتب أنا هكاكة نعرف وين نمشو وينعرف وين عنده وين نشره وين كون الثيقة وين كون مش ثيقة وين كون يعطينا ضمان وين كون ما يعطيناك ضمان لأن أغلبية وكلهم وين كون عاملين في الساحل يقول لك دور وهذا روحك ضمان ما فيش طبعا أنا كيف نجيبه أنا يعني مسؤولية عندي أنا مش نعطيك ضمان شهر المسؤولية عندي أنا مش عدي الناس عند الأخر لأنه خرجت لكم من المشكلة وديما يقول لك شهر أو شهر ثلاثين يوم واحد ثلاثين يوم ريني ما عاش نستعرف لأنني أنا المطور لصناعته لأدخلت فيه هذه حاجة حاب يفهمها الأخوة اللي يحبوا يركب موتورات عندها عمك مختار هذا أيضا نخونا توني جلولي توني عم مختار خاص للموتوره واحد فاصل هجس ستة هجدي فرق أربرا كم واحد معاته انتع بناك إذا عندك نجيبه للتونس أنا من الجزائر لا أنا شخصيا ما عنديش حاليا هذه حاجة وعاش نجيب الموتورات نحطه من المحل والمحرك هذا يعني غالي جدا ما عنديش فكرة على السعر ولا أحد شيء ما عنديش الأسعار ما نعطيش وحتى كان عندي فكرة على السعر ما نعطيش ليش لأن السعر يتغير كل يوم وكل لحظة وفهمة يعني مشاكل كبيرة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله